بقول الكتاب هاي الصلاطين الفائقة هي الحاكمة بعلمنا انه نكون هاديين ونشتغل بأيدينا بحسب تسالونيك الأولى صح أربعة والصلي والاستعداد بشكل مستمر انه نعمل الصالح وما نطعنش في أي حد وندرك انه كل سلطان هو من الله وانه الله هو الحاكم وهو المهيمن على هذا الكون وانه كما هو مكتوب في مزمور 62 آية 11 العزة لله وانه في مزمور 103 مملكته على الكل تسود تمثاوس الأولى ستة انه ملك الملوك ورب الأرباب فنحن نخضع نطيع الله نطيع من أجل الرب ومن شيء تاني نطيع الرب احنا منخضع لأنه منطيع الرب في هذا الموضوع من أجل الرب منخضع لأنه أصلا احنا مواطنين السماء جنسيتنا مواطنتنا هي في السماوات هي في السماوات السبب الثالث بسبب الضمير بدافع الواجب تجاه الله سواء الجزية للرمان سواء ضريبة الهيكل لليهود المحصول المحاصيل اللي كانت تجمع في أيام إسرائيل يعني بكلمات بسيطة انه نعيش في البر في عالم عدائه نعيش كغرباء ونزلاء لأن موطننا هو هو السماء طبعا بالتزامات باعتبار أنه احنا متميزين مواطنين خدام المسيح مثال للحياة الكاملة في وسط محيط معادي الخضوع للملك الخضوع للقضاء للشرطة رفض القانون رفض القانون هو مخالف لأله بفي واحد مسيحي بفوت في إشارة حمرة لأنه لا لا أنا بطيع الله لا أنت بطيع القوانين لأنك بطيع الله وهذا ما أردت أنه أتكلم بكل بساطة موسيقى 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 موسيقى